مؤسسة الإفتاء في البصرة تأريخها وأعلامها وأسباب توقفها عنوان محاضرة نظمها قسم الفتوى بهيئة علماء المسلمين تسلط الضوء على الجوانب المهمة والحلقات المفقودة في إفتاء البصرة اختارت المحاضرة مؤسسة الإفتاء في البصرة تأريخها وأعلامها وأسباب توقفها الدكتور إبراهيم الحسان عضو الأمانة العامة للهيئة تطرق في محاضرته إلى دراسة تأريخية عميقة ودقيقة لمراحل تأسيس الإفتاء في البصرة وما آل إليه واقع الإفتاء فيها والأحداث التأريخية المرافقة في عهد الدولة العثمانية كان يتم كما هو معلوم تعيين المفتي في مركز الولاية وبعض المدن الكبيرة وكان مفتي بغداد يعين بموجب فرمان سلطاني بترشيح من دائرة شيخ الإسلام في العاصمة إسطنبول فكان مفتي بغداد يعد من أركان الولاية وبعد ذلك توسعت دائرة الفتوى فأصبحوا يعينون موظفين للفتياح حيث لم يكن هناك قوانين تنظم هذه العملية بالتفصيل وأشار الدكتور الحسان إلى أن الإفتاء في البصرة انتهى كمؤسسة رسمية بنهاية زمن الدولة العثمانية حيث تولى الإفتاء في ذلك الزمن علماء ساهموا في استنهاض همم العشائر والقبائل أمام الهجمات التي تعرضت لها البصرة من غزو خارجي تحت مضلة مشيخة الإسلام التي تحدد من يتولى الإفتاء وفي القرن الرابع عشر الهجري أصبح منصب الإفتاء في أواخر الدولة العثمانية وبداية الاحتلال البريطاني لم يكن يحظى بأي اهتمام يليق بمكانته الشرعية والأهمية في الدولة أو ظهور هذا الأمر كمؤسسة ذات فعالية أو فاعلية وقد استمر التهميش كذلك في العهد الملكي وكذلك في العهد الجمهوري حيث لم يمنح هذا المنصب فرصة للبناء المؤسسي فضلا عن الاستقلالية خشية أن يكون عام القلق وزعزعة السلطان أو للسلطات زعزعة للسلطات وهكذا حال البصرة يشار إلى أن البصرة حوت الكثير من المجالس والمدارس والعلماء والمساجد ومجالات وتخصصات دينية وإنسانية وعلمية وتاريخية وحضارية وكان للإفتاء والمفتين فيها الدور الكبير رغم كل النكبات والكوارث والحوادث التي تعرضت لها المدينة في العصرين القديم والحديث ترجمة نانسي قنقر